مرحباً جميعاً، أتعلم ليس المساعدة للتعلم، أتعلم ليس المساعدة للتعلم، أتعلم أن المساعدة للتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي المساعدة الأخيرة التي تتعلق بالمواضيع عن المادة النحوية الإنجليزية. المادة الأخيرة هنا تتعلق بالأدجكتفز وتقسيماتها وترتيباتها. هنا بالنسبة لأول موضوع، هنا نمطيقكم أنواع الأدجكتفز، الصفات اللي حسب يكون موقع. أول شيء هنا عندنا ديسكريبتف أدجكتفز، اللي هي الصفات الوصف، or adjective of quality، يعني هنا تطيق النوعية، التصف النوعية، وذكرناها مسبقاً بالمحاضرات السابقة. adjective of quantity، اللي تصف الكمية، تصف الكمية. predictive adjectives، هنا الصفات الخبرية أو الصفات المعرفة. هنا personal titles، العناوين الشخصية، possessive adjectives، الصفات التملكية، demonstrative adjectives، الصفات الخاصة باسماء الإشارة، indefined adjectives، هنا الصفات التنكيرية أو الغير محددة، interlocative adjectives، الصفات، الاستفامية comparative adjectives، الصفات المقارنة، superlative adjectives، الصفات التفضي، هنا أنا راح نفصل قسم قسم أو نوع نوع أو موقع موقع للصفات. بالنسبة للdescriptive adjectives، الصفات الوصف هي من اسمها بمعنى إنه تغصف. هنا أنا كش أرح مطيكم. Descriptive adjectives، صفات الوصف. Are those adjectives، الصفات الخاصة، اللي. Which describe اللي تصف؟ الاسم or the noun. Describe nouns or the noun. أو الاسم، اسمها أو اسم واحد. مثل هنا أنا a beautiful day. Beautiful هنا أنا الصفة صفة وصف لأنه دا تصف اليوم اللي هو day. In this case بهاي اللحظة يقول هنا أنا beautiful is the adjective which call noun day. اللي هنا أنا تتبين أو تحدد أو ترتب هنا أنا الاسم. Descriptive adjectives يقول هنا أنا الصفات، الصفات الوصف. الصفات الوصف. Have several forms. يقول هنا أنا الصفات الوصف لها تقسيماتها. Category معلاتها. As discussed below هنا أنا دني خاصات فقط بالوصف. اللي هي colors، الألوان مثل black. touch مثل slip, slippery, sticky. touch إن أنا خاصة بالملمس. feelings، المشاعر. sad, happy. size، الخاصة بالحجم. big, small, thin, thick. origin، الخاصة بالأصل أو المنشأ. european، latin، greek. shapes الخاصة بالشكل اللي هي tringley. يعني هنا أنا الشكل مثلا خماسي، رباعي، سداسي، مربع، دائري، square مثلا هنا أنا خاصة بالshapes. qualities، qualities هنا أنا يعني النوعية. بمعنى good, bad, average. يصف النوعية أو هنا أنا average قياسي أو معتدل. time هنا يصف الوقت. yearly، مو year. yearly يعني سنويا. monthly هنا بالمناسبة. هنا أنا مو ظرف. هنا أنا جاية كالصفة. صحيح نهاية الي ولكن جاية كالصفة. monthly سنويا. age هنا أنا خاصة بالعمر مثل young, ancient, old. material الخاصة بالمادة مثل wood, cotton, gold. opinions الخاصة بالرأي مثل pretty, hot, expensive. نجي هنا أنا adjective of quantity الكمية. الكمية. الكمية هنا أنا أو اللي الاسم مالتها ثاني. numeric. numeric العددية. يعني بمعنى بها نقدر نعدها. نقدر نعدها. numeric. هنا أنا adjective of quantity. صفات الكمية. talks about the quantity of the noun. هنا أنا كمية الاسم. being. being. talked about. اللي هي تتحدث عن. about. and the pro. questions. of how much. يعني هنا أنا أي شيء يتحدث عن كمية بحيث لما نسأل نسأل باستخدام الhow much. it shows the quantity. هنا أنا تصف أو تظهر الكمية or the numbers. تظهر كمية. little معدودة أو غير معدودة أو numbers أو أعداد. present in the sentence المقدمة في الجملة. where three boys playing in the ground. هنا أنا three boys playing in the ground. here the word three. يقولك كلمة three هنا أنا بمعنى how money أو how much. هنا أنا home money لأنه عدد. signifies the quantity or playing. هنا أنا يصف الكمية أو طريقة اللعب. فهنا أنا مثل أمطيكم أمثلة. he has little intelligence. Sunday is the first day of the week. productive. هنا أنا يقول productive adjective شنو معناها. are those هاي الصفات which follow linking verbs. يعني اللي تتبع حشنو اللي تتبع. linking verb يعني اللي تجي بعدها مباشرة. وقلنا linking verb شرحناها مسبقا بالأمثلة الماضية. ومن ضمنها الأكزلاري. linking verb. فهين أنا يقول يقول الproductive الخبرية اللي تأتي بعد linking verb مباشرة. مثل seem وappear عدنا axillary هذاني الأفعال لما تجي بعدها لما تأتي بعدها فهيسموها الخبرية. and not placed before ولا تأتي ولا تأتي هنا ولا تأتي ولا تأتي ولا تأتي and not placed before ولا تأتي قبل الإسم. productive adjectives doesn't act يقول هنا أنا لا تعمل as a part of the noun لا تعمل كجزء من الاسم. it modified it modifies يقول هنا أنا هي تحدد of the noun it modifies يقول هنا ما تعتبر جزء من الاسم التي تحدده. but serves ولكن تعمل as a comlement ولكن هنا موقعها شنو هو كcomplement فهنا نتبهوا هنا أنا كcomplement ك تكملة of the linking verb ولهذا يسموها خبرية يعني متكونة من فعل زائد هي هاي الصفة فهاي جملة خبرية. ما لها علاقة بالاسم يأتي تحديدها من الفعل الفعل زائد الصفة اللي يأتي بعدها. هاي يسموها البريدكت بريدكتف أجكتف. بريدكت بريدكت أجكتف المعلوماتها تابعة جملة خبرية يعني تدى تخبر أو تكون معلومة للإسم اللي هو باك أمطيكم هنا أمثلة The weather will be cool هنا will be هذا linking verb will be cool and dry ثنينها الصفات خبرية The will be cool and dry هاي كلها جملة أو جزء خبري Personal title Personal title هنا العناوين الشخصية يقول are adjectives يقول هي الصفات where the titles اللي بيها العناوين مثل أو العباء أو الألقاب هنا عنا ألقاب شخصية titles يعني ألقاب شخصية مثل Mr. Master Miss Mrs. Ankle Auntie Lord Doctor Professor هنا يقول and so on are used as adjectives تعتبر كصفة تعتبر كصفة to describe the position of the noun تعتبر كصفة لموقع الاسم لموقع الاسم These titles could be placed in the front of even at the end يقول حتى لو هنا تجي بالمقدمة أو بالنهاية هنا نمطيكم أمثلة عليها The day after tomorrow you can visit Auntie Pauline and Uncle John The classes on Monday will be presented by يقول لنا The classes on Monday will be presented by Dr. Mary and Professor Kate Positive adjectives الصفات التملك يقول هنا positive adjective is used where the sentence shows position or belongings belongings يقول هنا الصفات التملك هي التي أو أينما تكون الجملة تظهر التملك أو الملكية الأشياء العائدة لأشياء ما They are similar يقول هي مشابهة to possessive pronouns يقول هي نفس possessive pronouns in the case are used as adjectives يقول هنا في حالة هنا يستخدم كصفة with modify لتعريف النوم يقول هاي possessive adjectives يعني تجي هنا كضمير تملك كضمير تملك وهذا احنا ما اخذيه مسبقا يكون معرف للإسم اللي يأتي بعد or a noun phrase أو عبارة مو إلا فقط اسم يكون عبارة here words such as our my your his here its their or theirs هاي هنا انا ما اخذيها مسبقا فيقول هنا Have you seen their house هاي possessive adjectives possessive adjectives احنا اشرحناه مسبقا possessive adjectives والpossessive pronouns demonstrative adjectives الاسماء الخاصة بالإشارة demonstrative adjectives are used تستخدم when there is a need to point specific things يقول هنا تستخدم اذا اريدا هنا there is need حاجة لإشارة إلى أشياء مخصصة أشياء مخصصة hair words يقول هنا hair words hair words هناك كلمات الأسماء الإشارة هي مثل this that these those and what are used وما تستخدم لأجلها take for instance يقول هنا على سبيل المثال على سبيل المثال هنا نعدنا if I hear that sounds again يقول إذا سمعت هذا الصوت مرة أخرى I'll call the police هنا أنا يقول that refers to a specific sound هنا انتبهت الذات لذلك الصوت يعني الشيء مخصص فالذات هنا for specific الأهمية مالتها specific sounds هنا نتبه كل وحدة لها ترتيب الخاص هاي specific things things هنا أنا مثلا possessive for position للتملك أو belongingness مثلا purpose personal titles هنا أنا أعز أمودفاي لتعريف the nouns هنا نتبه كل وحدة لها أهميتها ونان هاي مطالب بالامتحان بأنه كل adjective وأهميتها لمن يأتي identified adjectives الصفات التنكيرية أو الغير معرفة هنا أنا يقول are used to when the sentence has nothing to point out or specify when the sentence يقول عندما جملة هنا لا تدل أو لا تشير إلى شيء معين أو مخصص عكس اللي قبل these adjectives هاي الصفات are formed تشكل from identified pronouns من ضمائر من ضمائر تنكيرية أو غير معرفة and don't indicate ولا تحدد أو تشير anything in particular يقول ولا تخصص أي شيء بالعموم its used words its uses words هي تستخدم أو تستعمل كلمات such as any many يقول هنا هنا الصفات التي تعتبر تنكيرية هي any many few several هذان كل هن مشروحات مسبقا هذان يسموهن تنكيرية ليش تنكيرية لأنه don't indicate لا تمثل anything in particular لا تمثل أي شيء على العموم or specify أو خاص which doesn't specify هنا أنا مطيق for example here is an example explained in detail the chief or the chef has heard many people make the same promise يقول الشеф سمع العديد من الناس يعدون نفس الوعد يعملون نفس الوعد فهنان عديد من الناس يعني بصورة عامة محدد مو بصورة خاصة فيقول هنا many is unidentified adjective which doesn't specify the quantity of people يقول هنا صفات لا تخصص كمية الناس أو تعرف هم أو تحدد اسم كلمة not people without pointing out يقول بدون الاشارة exactly who all have made the same promise يقول هنا بدون الاشارة إلى التخصيص من الذي عمل الوعد many children like dinosaurs العديد من الأطفال يشبهون الداين اصور or is there any water in the bottle في هنا يعتبر هذه الصفات التي من والأني صفات تنكيرية نجي هنا لل interrogative adjectives هنا عندنا الصفات الاستفهام يقول الان interrogative adjectives modifies a noun or a noun phrase قلنا اما اسمية اما جملة اسمية وعبارة اسمية and is similar وهي مشابهة to the interrogative pronouns وهي مشابهة لضمائر الاستفهام ية it doesn't stand on هي لا تقف أو لا تمثل it's on لا تمثل ما تملكها and and includes وتتضمن words ولا تتضمن كلمات which what who who is whom where and so on for example what dress are you wearing هنا الواط يسموها صفة يقول هنا الواط modifies تمثل أو تحدد the noun dress what dress يعني تخصص and is the object of the compound verb are wearing وهي الماد أو الأساس أو المفعول به الobject للفعل wearing what dress are you wearing ما الفز تان الذي أنتر تديته what comparative adjectives comparative adjectives هنا نعد بالنسبة للأمثلة which leaves تان color first which leaves تان color first أي الأوراق اللي تتحول أولا بلونها whose son is he أي ابن هو لك فهنا جاي كتملك هنا comparative adjectives هنا لما قبل الأخير صفات المقارنة معروف من اسم comparative يعني بمعنى er or more فهنا comparative adjectives are those which imply يقول هنا التي imply increase or decrease of the quality or quantity of the nouns اللي تعلي أو تخفض كمية أو نوعية الاسم فهنا يقول تخفض أو ترفع يعني بمعنى حسب الصفة بينه opposite ما لاتها عالي أو مثلا younger بينه أكثر شباب older أو older أكثر عمرا أكثر زيادة بالعمر فهنا هو هذا معنى increase or decrease it's used to compare يقول هنا أنا إجدتي تقارن two things نعرف هذا الشيء in a clause بعبارة adjectives الصفات are generally يقول هنا بصرة عامة made comparative by adding er هاي نعرف بأنه بصرة عامة الصفة أكثر شيء comparative إنه لازم ضيف لها er to the original work like nicer er إذا كانت الصفة متكونة من مقطع إلا واحد داخل مقطع أو بنهايتها تتألف كلماتها من مقطع إلا واحد مثل nicer taller smarter وأخذنا القاعدة مالتا there are some exceptions also أكو هناك بعض exceptions هنا عدنا other examples عدنا أمثلة مثل the detective is younger than the thief المتحري هو أصغر من اللص science is more important العلم هو أكثر أهمية than math in these days أكثر من الرياضيات العلوم this school is better than the last one I intended هاي المدرسة هي أفضل من اللي كنت ملتحقة بيها سابقا superlative هنا العكس من comparative اللي هي صيغة التفضيل يقول هنا express تعبر the greatest increase الأعظم بالزيادة أو الأعظم بالنقصان of the quality للنوعية it conveys هي تحول the supreme value يقول هنا تحول القيمة العليا للنوعية of the noun in question for instance على سبيل المثال يقول he is the richest man in this town هي هو الأفضل يعني ماكو أحسن من عنده فهنا هنا الأعلى قيمة للإسم here is the word richest is the superlative adjectives فهنا قلنا بأنه كل صفة وشنو نوعيتها فهنا superlative adjectives هنا to greatest increase or increase or decrease of the quality فهنا يقول the superlative adjective which shows a comparison individuality mary is the tallest هنا نستخدم the the قبل الصفة superlative of the older students نجي هنا لل sequence of the adjectives ترتيب ها أو الأشياء adjectives فهنا عدنا هنا the most usual sequence of the adjectives is هذا تقريبا يقول لك تقريبا بينه الترتيب هيت يكون أول شي ترتيب opinion الأول مرة الرأي إذا موجود lovely or beautiful بعدين size بعدين physical quality بعدين shape بعدين age بعدين color بعدين orange بعدين material بعدين type بعدين purpose فهنا هذا الترتيب فهنا نكون ينحفظ الترتيب هذا على غرارة يكون ترتيب الجملة هنا أنا مطيكم أمثلة عليهم تقدرون تحلوها وتنتبهو لها أخير شي إحنا استخدمنا هسا ال adjectives هسا نجي لعدنا للظرف الظرف هنا ال adjectives الظرف أو ال adjectives adverbals فإننا يقول أكو فرق بين adverbs بين adverbs بهذا الموضوع بين adverbs وال adverbal بين adverbs وال adverbal إن أنا adverbs adverbs is a word that modifies يقول هنا ال adverbs هي الادverbs هي كلمة that modifies التي تحدد the meaning of an adjective التي تحدد معنى الصفة أو الظرف or another adverb by expressing manner من خلال استخدام اسلوب تعبيري أو مكان أو زمان أو درجة يعني مرحلة الادبائرابل هنا يقول الظرفية يقول is a word هي كلمة or phrase هنا ننتبه هي كلمة أو عبارة وظيفة كلمة أو عبارة as a major clause كعبارة رئيسية constant and typically expressing place time or manner الادverbs usually consist of one words الادverbs الظرف تتكون من كلمة واحدة الادبابل can be a word or phrase or a clause adverbials مثل noun و noun phrase اسم و جملة اسمية نفس الحالة adverb و adverbables ظرف و ظرفية فإن أنا يقول الادverbs modify إن أنا يحدد الادverbs an adjectives verb or another adverbs الادبابل's faction as adverbs وظيفة الظرفية كظرف خنشوف إن أنا شون ناخذها إن أنا أهم شيء السياق مالتنا الادverbs faction وظيفة الظرف as either modifiers تكون كمحددة أو ظرفية خنشوف شون الرتبة هاي مهمة تكون كmodifiers كتحديدية مثل هنا أنا adverse modify adjectives adverbs prepositional phrase determiners determiners يعني أدوات أي وآن وذة noun phrase أو جملة اسمية خنشوف شون تجي يقول هنا أنا modifiers كتحديد يعني تجي قبل هذاني مثل يقول هنا أنا that was a very funny film هنا أنا إجدتي فيلم مضحك funny هنا أنا funny film كفيلم مضحك هنا إجدتي قبل الاسم هي إجدتي اسم كالصفة ولكن تحدد فليهذا يسموها ضرفية he is smoking he is smoking very heavily هو يدخن بشكل بشكل كبير هنا adverbs إجدتي ورا الفعل adverbs very heavily هافلي هنا إجدتي وياها مسبوقة بvery ومتصل وياها الي كتحديد يعني يحدد كمية التدخين prepositional phrase يقول دانيل البسم R went right through the wall يعني هناك قد دقه through the wall قد دقه بشكل صحيح بالجدار through the wall هناك through هناك صارت جملة جار ومجرور تحدد الجملة هناك صارت ضرفية لأنه إجدتي بعدها right went right determiners nearly everybody يقول everybody هناك determiners وما أخذيها مسبقا nearly يعني تقريبا everybody came to our party everybody هناك تحدد بينه كلهم إجوا في هناك يسموها modifiers a noun phrase يقول it was rather a mess هو كان نوعا ما فوضوي أو كانت فوضى فهنا a mess لأنه إجدتي a mess فوضى فهنا جملة الإسمية هنا أنا إجدتي كمحدد للظرف الأدفربيال وهي الأخيرة يقول هنا الأدفربيال الخروجs are one are of three kinds هي لثلاثة أنواع الأدجنكس والدسجنكس والكنجنكس خنشوف شن هذني الأدجنكس إينا نيقول الغرض منعدة to complete the meaning تكمل معنا مثل they are waiting outside نحن كنا ننتظر خارجا خنشوف شلون نرتبها un adjuncts is usually an adverb يقول هنا اللي احنا نريده l-adjuncts هو adverbs هو ضرف اللي هو l-outside used to modify تستخدم لتحديد a verb تستخدم لتحديد ال verb نحن كنا منتظرين بشكل شنو وين خارجا it indicates تحدد a time تحدد الوقت تحدد الاسلوب أو الوضعية ياما وقت ياما منار الحالة ياما المكان ياما مثلا ترتيب frequency ياما reason سبب ياما degree درجة disjuncts to evaluate للتقييم مو تنطي معنى مكمل للتقييم مثل frankly I'm tired frankly بصراحة I'm tired أنا أنا تعبان إن أنا frankly جاي كظرف يحد يقيم it expresses هو يعبر the speaker or writer's attitude موقفة أو المشاعر مالتا to what is being described in the sentence اللي ما هو موصوف في الجملة فإن أنا frankly بصراحة I'm tired هنا أنا tired أي قيم الشغلة مثل honestly uh frankly in my opinion frankly هذين كلهن disjuncts هذين مهمات evaluate يعني يضطي التقييم يضطي الصراحة يضطي يعني يقول انتبه لي إن أنا conjuncts to connect meaning يربط مو يكمل يربط المعنى I had lunch أنا تناولت الغداء meanwhile وبإثناء ذلك الشي my wife had her haircut بهذا الوقت يعني بينما أنا آكل تناول الطعام كانت زوجتي my wife had her hair hat بإثناء هذا الشي كانت قصة شعرها في هنا أنا يقول it added information يعني يقول هناك إنما جملة ثانية مرتبطة أو تكمل المعنى يقول هناك تربط أو ضيف معلومة to the sentence إلى الجملة by connecting بواسطة ربط the sentence الجملة with the previous parts مع الجملة مع الجملة السابقة of the discourse لهذا الإعلان أو هذا الخطاب مثل من الكن جانكس مثل therefore however to some يعني خلاصة الموضوع ولأجل هذا however على كل حال in other words بمعنى آخر أو بأسلوب آخر meanwhile وفي إثناء ذلك etc هذن ني ضروف أو adverbials نوعية هي كن جانكس شنو أهمية تكينكتد meaning فينالت انتبوون إلى هذا الشيء and this while or for for this this moment or at this moment I will farewell you and say goodbye